بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتكلم عن أفرار الخبز الحقيقة صابني سكر أنا نفسي وصبت بالسكر قبل ثلاثة سنوات خلاص بعد الخمسين يجيك السكر إلا من رحم الله وجرست أدوية وحبوب حبوب تطلعلك حبوب تنزلك هبوط ومسير ما تشوف وشغلة والدكتور يقول لك أنت معك سكر وجلست على هذا الحال تقريبا سنة ومع الحمد لله قراءات وبحث وشوف ويطلع أن الحقيقية ما عندي سكر إن مشكلتي من الخبز وهذه مشاكل كثير من الناس وبحثت وسمعت الكثير أطباء وخبراء تغذية أو أغذية كلهم يقولوا اتركوا الخبز يجيك واحد يقول اي و اي و صح الخبز الأبيض هذا مضر لا لا حتى الخبز الأسمر كل الخبز لأنه القمح ومشتقاته القمح لمجلة الجلوتين هذي كمان تجيب لك حساسية تشيك حك وحدي حك حك مو داري منيش ترى اترك الخبز تزبط أمورك اترك الخبز بعد 4-5 يام تشوف فرق فأنا تركت الخبز والله يا أخوة لأنكملت 4 شهور ما وضعت حبة دواء في فمي سكري ثابت أحيانا بعد الفجر من أصحى سكر تسعين مية مية وعشرة هذا على الجوع أو نصايم بعد الأكل مية وثلاثين يعني هذا سكر طبيعي السكر طبيعي إلى مية وثمانين طبيعي ما في مشكلة اختفى تماما بس أوقفت الخبز طبعا توقف طبيعي توقف الحلاوة والبس بوسة والكنافة توقف الكلام هذا اللي هو شيرة كله صب صكر صبوا عليه صب السكر هذا كلام فاضي أصدر لكننا نتكلم أن يرتفع سكره بطبيعته فالآن أكل تفاح أكل الحمد لله جسمه تمر فواكه ما في مشكلة بس تركت الخبز هي تغيير ثقافتنا الغذائية بلاش تغميس طباخنا أكل شا أكل يقول يا أكل في بدائل الفول زرت أكله بالملحقة إيجا المشكلة الصحة والعافية غنيمة العافية لا يعدو لها شي حبوب السكر تعمل لك مشاكل في جسدك لا يعلم بها إذا الله تذر لك الكبد وممكن تذره الكلام وممكن تذره الكلام وممكن تذره القلب أتركها أعيش صحيح الجسم أترك الخبز بجميع أنواعها الأبيض والأسمر طيب برضو نحتاج حبوب ناكل يعني اللي هي الأغذية البديل موجود دخن ذرة عدس هذه ما يحبوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر